اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من يونيو يسلم غدا الاثنين وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الفان الى امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رد بلاده على مطالب اربع دول عربية كانت قد قطعت علاقتها الدبلوماسية مع الدوحة احتجاجا على دعمها للارهاب كانت قطر تسلمت في الثالث والعشرين من يونيو الماضي من مصر والسعودية والامارات والبحرين قائمة تتضمن ثلاثة عشر مطلبا من بينها التوقف عن تمويل الارهاب وخفض تعامل مع ايران قالت وزارة الخارجية السورية ان عشرين شخصا لقوا مصرعهم واصيب العشرات بجروح اثر انفجار سيارة ملغومة في العاصمة دمشق ويعدى الانفجار هو الاول من نوعه بالعاصمة السورية دمشق منذ وقوع سلسلة هجمات الانتحارية في مارس الماضي وفي مدينة تارمالا بالضفاتية الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي عضو المجلس التشعي الفلسطيني والنشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالد جرار وعشرة نشطين اخرين من جهتها وصفت وزارة الاعلام الفلسطيني عملية الاعتقال بانها عضوان سافر على ممثل الشعب الفلسطيني نهاية موجز الانباء مستمرنا معكم على رأس الساعة في خدمة اخبارية جديدة